كان فيه موضوع العقار اللي نهار فيه كفر الشيخ قضية ليست جديدة تخيلوا لما يبقى انهيار شوفوا الانهيار اللي حاصل اللي احنا تابعناه بالامس انهيار اشبه بزلزال لان فساد المحليات اشبه بزلزال ايضا الانهيار اللي انتو هتشوفوه اللي انفردنا بيه كأن زلزال بيؤدي الى حالة الانهيار وفساد المحليات هو تأثيره اكبر من الزلازل شايفين الانهيار بشكل سريع ومتلاحق لما تشوفوا كده حالة انهيار في منزل زي ما بقولكو ده انهيار لمنظومة ده هتشوفوه بشكل اوضح من هنا وانهيار لحكومة وانهيار لمحليات ولمحافظين وكأن زلزالا اقتلع العقار وادى الى انهياره بهذا الشكل فساد المحليات العنوان اللي دايما بنستخدمه وقلنا انها قضية مصرية واعتقدنا ان اولويات الحكومة الحالية انها هتنجح في على الاقل مش هنقول القضاء على فساد المحليات لانه ضارب جزوره في هذه الارض وفي كل المحافظات لكن هتقلله هتقزمه هتحجمه لكن للأسف الشديد نفس المشهد اللي شفناه في منيا القمح واللي تابعناه جميعاً وتابعناه من خلال هذه الشاشة على الهواء هذا الانهيار بالشكل اللي احنا شايفينه ده معناه انه للأسف الشديد لم نضع اساساً للقضاء على فساد المحليات وانه كل اللي هتسمعوه عن فكرة مواجهة الفساد لان عايز تواجه الفساد ابدأ بفساد المحليات الاحياء والمهندسين والمباني المخالفة والمباني اللي بتقع هنا كمان حياة الناس الناس اللي هتشوفوها واقفين دول الناس في ثواني معدودة حسوا بهزة يعني كان ممكن هذه الهزة ما يحسوش بيها او يتعاملوا معاها على انها ايه ده حاجة عادية او حد فيهم يقول لما لم فلوسي او ملم ممتلكاتة او احنا شايفين الناس على طول على الفور اول ما حسوا بالميل او في ميل او بيحصل وبعد الميل بيبدأ عملية الانهيار لما حسوا بالميل ده كان فيه سبقوا ميل خفيف هم حسوا بيه سابوا البيت على الفور وسقط العقار هنقول بقى فين المحافظة فين رئيس مجلس المدينة رئيس مجلس المدينة كان بتكلم معنا مبارح بهدوء شديد لا يتناسب مع الزلزال اللي احنا شايفينه زلزال الفساد اللي بيؤدي الى الانهيار ليس انهيارا لعقار لا ده انهيار لمجتمع اذا استمر فساد المحليات ينخر مثل السوس في جسد هذا المجتمع حيؤدي الى سقوطه تماما ولا قيمة لأي خطوات يمكن ان تقوم بها هتبني ايه ما هو بيقع ما في سوس بينخر وهو سوس الفساد مهما تبني ومهما تعمل من خطوات اقتصادية ومهما تنظم ومهما تعمل من اصلاحات اقتصادية لا قيمة لها هنشوف صاحب الناس اللي كانوا مسؤولين عن العقار اللي هو اللي كانوا بيهدوه الدكتور مجدي ابو العلا احد ملاك العمارة المجورة اللي كان اللي هي ادت الى العبث فيها ادى الى سقوط العقار يا دكتور مجدي اهلا بيك اهلا بحضرك فانم دكتور مجدي انت قلته سمعت ان انتو تعهدتوا للناس بان انتو اتعوضوهم عن ممتلكاتهم وعن كمان حتشوفوا لهم مساكن بديلة هل ده صحيح؟ مضبوط يا فاندم الكرام ده هو مبدئيا بس حضرك بتتكلم في نقطة معينة نقطة فساد المحليات والنتحرك الوحدة المحلية في كفر الشيخ وتحرك المحافظ تمام؟ اه الوضع بالنسبة للعقار ده احنا القطعة اللي جنبها دي قطعة على النصية تمام؟ اه احنا لا ممكن تمشي بالتليفون شوية عشان اسمعك بس صوت بيتقطع تفضل اه بقول له حضرتك كان فيها بيتين قدام ماشي البيتين دولة اه كان فيهم بيت حالته تقريبا زي حالة العقار اللي هو قاعدة وبيته انجليت شوية اه جبنا عملنا معاينة من مجلس المدينة وجبنا قرار ازالة وجبنا رخصة هدم من مجلس المدينة وجات معاينة بصت على المكان كويس واخدنا قرار الازالة وبدأنا اشتغلنا تمام؟ بدأنا اشتغلنا شغل اه عمال يدوي عشان ابدأ انزل البيت ده بالراحة لان اه ازالة للعقار المجاور للعقار اللي نهار ده للعقار اللي نهار مصبوط اه فاو انت بتهد وقع العقار ده لا مش وانا بهد انا انا هديت تمام؟ وخلصت الشغل كله يدوي جبت عمال ما جبتش وطبعا لو في اي حد شهود في المنطقة في اي حد يأكد لحظة الكلام ده انا بهد بيت ممكن ناس بتجيب حفار او دقاء تمام؟ الكلام ده بياخد بالضبط يومين انا هديته في شهرين ونص تمام؟ نظرا للحالة بتاعة العقار اللي هو النهار جنبي ده انا عدت اهد في شهرين ونص بتهده بتهده تحت اشراف مين؟ وكان فيه اشراف هندسي من مهندس موجود معنا وكان متابع الهدم كل يوم موجود وبيدي تعليماته للعمال اللي موجودين تمام؟ النهار ده هتنزل كذا النهار ده هتنزل كذا وفي كل هدم موجود برضه كان مسؤول عن الهدم تمام؟ والبيت الجزئين بتقناق تهدمه وبقعه على وصف الارض تماما وشلنا الردم بتاعهم وشلنا البوائب بتاعة البيوت وكل حاجة تمام؟ بعد كده مرحلة ان انا ابدأ بعمل عشان اشتغل ابدأ حفول الموقع بتاعي بعمل خوازيء سندات للجار تمام؟ عملت خوازيء سندات للجار لفيت انا طبعا عشان قطع نصية ليه جار وعملتها تحت اشراف مين؟ عملناها برضه تحت اشراف هندسي كان فيه مهندس موجود من الحي؟ من الحي؟ لا ما هو احنا دلوقتي بنطلع المفروضة الرخصة الرخصة بتطلع تمام؟ بيبقى مكتب انت الوقتي مش هتعمل بتقول خوازيء تحت الارض؟ بقى الخوازيء دي خوازيء سندات جار دي بتتعمل قبل ما تبدأ في اي اعمال حفل لان ما انفعش انه نحفل تمام؟ وانا مش سند اصلا اتجار انا فبدأت عملت خوازيء سندات جار الخوازيء ارتفاعها ستة متر تمام؟ وممكن اي لجنة تطلع من الحي من مجلس المدينة في كفرشتيخ يقدر يعاين ويقدر يقولك ان الارتفاع بتلع الخوازيء بالضبط قدي ايه؟ تمام؟ اتعملت خوازيء سندات جار وبعدين بقى ايه اللي ادى لسقوط العقار الخوازيء سندات موجودة لحد دلوقت تمام؟ يعني ممكن اي حد برضو من الحي يقدر يساكد وبعدين ايه اللي ادى لسقوط العقار اللي ادى لسقوط العقار ان احنا بدأنا نحفر في الموقع الكلام ده كان اول مبارح حفرنا في يوم وبدأنا استغلنا في الجزء التاني اليوم التاني تمام؟ جينا خلصنا شغل مبارح وبدأنا خلصنا شغل خالص حفرت تحت اشراف مين برضو؟ كان فيه برضو المهندس موجود مهندس الحي لا المهندس هو دلوقت احنا بنطلع على الرخصة بيبقى فيه اشراف هندسة موجود في الرخصة الاشراف الهندسة فيه مهندسة لا يعني الوقتي مين المسؤول عن ارواح الناس؟ الحي الوقتي معاك توقعات من الحي الحمد لله وده فضل من ربنا ان الحمد لله ما كانش فيه ارواح لان انا كنت موجود فيه فبالحمد لله ما كانش فيه ارواح بس لو مات الخمسة وعشرين او تلاتين واحد احنا بالنسبة للبيت احنا حسنا ان في شرخ في البيت والبيت بدأ بيميل بدأت ناديت الناس يا جماعة لو سمحتوا نزلوا وانا سمحتوا بيط البيت وانا اللي قلت يا جماعة لو سمحتوا نزلوا من البيت البيت في شرخ الشرخ بيزيد والبيت بدأ يميل لو سمحتوا نزلوا طبعا الناس طبعا الناس محدش يقدر يعوضهم عن الفزع وعن الحالة اللي هم ما شفوها تمام بس الفكرة فلبلك انت انت بين نزول الناس وسقوط العقار كان قدي ايه الموضوع كله ما خدش ربع ساعة طيب ربع ساعة تخيل بقى لو واحد ما يعني معرفش ينزل او واحد قال لما لم حكتي ولما فلوسي ولما ورقي المهم ولما مستنداتي والله هو هو طبعا وحتى وحتى هفترض هفترض ان الربع ساعة دي يعني سقط العقار بعد ثلاث دقايق ولا خمس دقايق والله هو احنا احنا انا بقول لحضرتك الموضوع بالترتيب ان بدأ خلصنا شغلة عندنا والحفار اللي كان موجود اللي كان بيحفر الموقع عندنا مشي تماما من الموقع وكانت حمل على الكساحة اللي هي بتشيره والادوات والعمال وكل الناس مشوا من الموقع الخطوة عشان تعمل حفر تاني تحت الارض ده مش هل الحي دا لك في موافقات هو يا فندم هو عشان اعمل حفر انا دلوقتي حفرت لمسافة متر ونص تمام وفي بعض المواقع برضه عشان يكون في صدق ما حضرتك وصلت لمتر وستين او متر وسبعين لان بيبقى حفر ما بيبقاش التحكم فيه باكوريت بنسبة مية في المية لا انا اقصد فين الحي فين الحي الحي انا معايا رخصة معايا رخصة شغال بيها ان انا احد بيت وببدأ اعمل وبجاهز للترخيص بتاعتي انا وهو بيسيبك هل القانون المتعرف عليه انه يسيبك تعمل كده دون اي اشراف باكوريت مهندس مشرف موجود معايا والمهندس كان موجود لحظة انهيار الاخراء ده مهندس الحي ولا مهندس انت جايبه لا هو الحي ما بيعينش مهندس يكون موجود باك يعني الطبيعي ان الحي يسيب اي حد يهد بمزاجه مش بيسيب اي حد ما هو لازم حضرتك عشان يدي لك اي موفقات واي ترخيص بيطلب منك اشراف هندسي من الموجود في الاشراف الهندسي معك فبيكون فيه مهندس مسجل برقم النقارة بتاعته بكل بياناته وبيبقى هو المشرف موجود والمهندس بالفارقة المتواجد في الموقع هي الفكرة ان الوضع اكبر مننا طبعا فيه فيديوهين حضرتك نشوف يا جماعة رئيس مجلس نشوف الحي يا جماعة هل اللي انا بسمعه ده يعني هل ممكن اي حد يعمل كده انت عارف انت كان ممكن هتموت تلاتين وغير تموت ما انت خلاص الناس قاعدين في الشارع ما انت موتهم اجتماعيا ومعاشيا انت وفساد المحليات بتاعك هو فاندي من المحليات الناس بصراحة ما تأخروش في حاجة الوضع حصل هو ما تأخروش في حاجة هل انت دفعت من تحت لتحت لا ما دفعتش من تحت لتحت من فوق لا ولا من فوق انا بقول لحضرتك الوضع زي ما حصل بالضبط العقار نهار مجلس المدينة بكامل افراده من رئيس مجلس المدينة نائب الرئيس لحد اصغر مهندس كان موجود في الموقع المحافظ بعد ايه بعد ما العقار انا عايز احمي انا عايز اشوف يا جماعة ازاي ازاي ده ما يحصلش تاني وكيف يمكن ان نحمي ارواح الناس اللي انت بتقوله ده معناه ان احنا في دولة متهلكة متأكلة ان احنا في منظومة متهلكة في اي دولة من دول العالم عشان تهد مش انت اللي بتهد بمزاجك وعلشان تعمل حفر من تحت مش بمزاجك مظبوط لما هو مظبوط ومال يعني اللي حصل ده تخيل حجم الكارثة واللي حصل كمان كارثة يعني الناس اعدى دلوقتي في الشوارع انت حتى احساسا بالمسؤولية عندك بتقول لنا اعوضهم وفي الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيه فيه ناس من طرفي قاعدين بيخلصوا مع الناس ويتفعوا معاهم وبنوفر لهم مكان وبنوفر لهم بنعرض عليهم شواء اجار عرضنا اكتر من حل عرضنا عليهم ان هم ياخدوا شواء اجار بره هنوفرها لهم وعن نجيب لهم عافشة وعن نجيب لهم اللي هم ما عايزينه وعن نبني لهم المكان بتاعهم بنفس مكانه بنفس مساحته ويبدأوا يرجاعوا فيه تاني فيه عرض تاني ان فيه بيت موجود تاني معنا بخمس دوار بنفس مساحت العقار ده يبدأوا يرجاعوا عايزين نكتب لهم البيت يقتام ليك للخمس الخمس اثر دولت يقدروا ينتقلوا فيه من دلوقت مش من الصبح من دلوقت البيت فاضي يبدأوا ينتقلوا فيه العرض الثالث ان الناس دي تتعوض ماديا عن التلفيات اللي حصلت وعلى العفش بتاعها كان موجود كل ده كويس جدا كل ده كويس جدا احسازا بالمسؤول لكن القانون بقى والمسائلة والمحاسبة من هيحسبك القانون والمحاسبة ان انا والدي والدي لحد دلوقتي محجوز على نظيمة القضية تمام والقانون واخد مجرار وان احنا شفناها مرتين في خلال الوضع ده لان الموضوع مساهدت عليها جديد جامد جدا واحتمام من المحافظ نفسه ومن رئيس مجلس المدينة ان ما فيه اصلا الموقع بتاعنا دلوقتي موقوف التعامل عليه ما ينفعش ان انا اابني فيه او ازود فيه او اعمل في اي حاجة موقوف التعامل عليه وفيه تعليمات من المحافظ ان انا ما اشتغلش فيه غير لما القسر دي تتعوض وتاخد تعوضاتها والموضوع يكون منتهى بالنسبة لهم وكل واحد مخلص حاجته وانحنا في الوقت ان انا بكلم حضرتك فيه ناس من طرفي قاعدين مع السكان المتضررين وبيتفعوا معهم بيعرضوا عليهم العرض الاولاني او العرض التالي او العرض التالي يا اما يتعوضوا ماديا يا اما ينتعروا دلوقتي في عقار بنفس المدني وجاهز يقدروا يقعوضوا فيه من دلوقتي يا اما نقجر لهم شواء برا وهنبنلهم البيت بتاعهم ويبدأوا يرجعوا فيه مرة تانية تمام طيب في كل الاحوال يا جماعة يعني الكلام اللي بنسمعه ده يعني عملية التعويض صحيح هي تعويض لكن انا مش اعترف برحابة صدر الفاسد ولن اعترف برحابة صدر القاتل لانه رحابة الصدر دي هي الحياة مش رحابة صدر لا ده محاولة للإفلات من المسألة والمحاسبة وعشان ده ما يحصلش تاني فالناس لازم تساءل وتحاسب وبشدة والقانون بالتأكيد حيلزمها بتعويض الناس هي مش رحابة صدر يا دكتور مجدي ولا منحة ده حق الناس علينا ومحاولة للإفلات من المسألة والمحاسبة اللي اتمنى قال لا يفلت فاسد منها وقال لا يفلت مسؤول المسؤول كمان هو مبدئيا مهما عوضنا الناس مش هيكفي فاسعة الناس وهي نازلة من بيوتها وهي نازلة تجري في شوار الفت اللي بتنزل بالعباية بتاعتها والرجل اللي نازل بالبنطنون وعمل بتاعها جاري وسايب كل حاجته في بيته فوق ده مهما عوضنا مش هنقدر نعوض الناس ودي مش رحابة مادام كاميليا من شكان العقار وهي كانت معانا مادام كاميليا عملتوا يا مادام كاميليا هو بيقول بي يتفاوض مع الناس عشان يعوضها فضلي انا مقلية في الشارع ايوه اخوات مع حضرتك واحد الخاص يا باشا خلينا ابدأ بمادام كاميليا وبعد كده هسمعك مادام كاميليا مهارة يا باشا مستعد تتكلم لان الناس دي اخداها بالفردة واخداها بالدراع ماشي واحنا هنحوضها بالدراع كمان ده ب ده طب الدهان بس عشان اسمعها الدهان يا باشا بتطور في الشارع وطنطن يعني الوقتي الراجل بيقول قعد معاكو بيعوضكو قعد مع مين يا باشا بيعوض يا باشا قعد مع مين انا واحد من السكن قعد دلوقتي تتكلم وميحلوش محدش بيحل محدش بيحل وهو في حاجة يعني ايه اللي هيعوضكو عن الفزع اللي عشتوه? ايه اللي هيعوضكو عن ممتلكاتكو اللي هي تحت الارض دلوقتي? مفيش حل دلوقتي الناس دي هبتحلش اه. الناس دي هبتحلش اه. طيب الديني مادام كامل يا كده وديني السكان اللي جنبك تاني. السكان يا باشا دلوقتي كله باتك بخناها بعضه وديني يا كلها مولاها هنف. وهتبقى ماره ومجزرة ان شاء الله مش هترحل. يا 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 خلينا بس يعني بالقانون ان شاء الله يعني مش عايزين. يا باشا احنا مستنين القانون. احنا مستنينه. انا 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 معاك ان الفساد وصل حدا. يعني بيخلي الناس يوصلوا الناس للحد ده. ان احنا هناخد حقنا بادينا. ما هو فساد ده. يا باشا ما هي مش هيمتع للكده يا باشا. هو مش هيمتع في البلد نجير كده. نرجع بقى للبلطاجة والسياعة والقلة الادق ده. واللي عنده ايه يا جزا. طيب دينا خلينا اخد عماد المنصور. وهتلينا مادام كاميل يا لغاية ما نشوف الاستاذ عماد. استاذ عماد من سكان العكار. يا استاذ عماد اهلا بيك. اهلا بيك استاذ واحد. الدكتور مجد معي وبيقول بيقعد الوقت مع الناس عشان يعوضهم عن اللي حصل لهم. اولا يا استاذ واحد الدكتور مجد ده راجل مستحي وكده. طيب هو يعني مش مش عايز مالهاش علاقة. باللحية. بس انت عايز تقول يعني انه حتى يعني لا يحترم التدين الظاهري يعني. لا بيحترمش حاجة. اولا كدب على حضرتك. وبيقول لك ان هو اللي نزل الناس من البيت. انا اخر واحد نازل من البيت. بأهل ما نزلت بعشرين ثانية بالضبط لما البيت نهار. يعني انت لأ لحظة الانهيار اللي احنا شايفين على الشاشة دي ان انت بعشرين فرقت عشرين ثانية. عشرين ثانية بالضبط. يا 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 طب خليك معايا عشان ناخد بس مادام كاميليا يا مادام كاميليا. اي. مادام كاميليا لدكتور مجد بيقول المشكلة تحلت وإحنا بنعوض الناس يعني. بيقول احنا بنعوض الناس بنعوض الناس. طب خلص الخشط. طب ايه ايه دي بس عشان احنا على الهوى على الهوى يا مادام كاميليا ايه دي. ايه. ولا رئيس مجلس مدينة. ولا ايه حد عبرنا النهاردة. هم يسولوا بقية الحاجة. قلنا له محسولة ما كان نناموا فيه. محدة عبرنا هستاذ وايه. مصطوب. هما دلوقتي بيتفاوضوا. ان عشان ايه يدونا شواء. بس هوا كلامة وزاهملونا حاجة. طيب. ايه ايه. يعني انا يعني يا جماعة هيبقى هيبقى فيه تفاوض مع فاسد مع فاسدين وقاطة لاوة. طب خلينا يا مادام كاميليا انت انتو دلوقتي قاعدين في الشارع. ايوة واحد. لقينا كلنا في الشارع دلوقتي لو قاعد جيه. مين حدا كتلاونا نايمين في السوارع. لا لا مسكل ولا حدوم ولا اي حد. كلنا في السوارع. ومن الصبح تعالوا وروحهم تعالوا وروح. ومحدة زينا في زينا حاجة. طيب. اه انا شايف طبعا انتو حاجتكو طبعا اللي تحت الانقاض ولا حد. ونايمة في الشارع والمصحة. ما نمت في اي حد نايمة في السرع بالله. طيب. للأسف الشديد اه للناس. انت طبعا كنت كانت بنتك حتتجوز. بنتك كانت حتتجوز وجهازها كان موجود في البيت عنها. طيب. عشان بس واضح انه الناس في حالة انهيار اه عماد اه. يا استاذ عماد يعني هنا انا انا هل المحافظ جاء لكم رئيس مجلس المدينة? يا باش المحافظ جاء? دي واحد وخب بعض ومشي. ومجلس مجلس المدينة جاء? وخب بعض ومشي. وجاء الناس اللي لحضرتك وقوله عشان عايز يحوضنا. دي ناس كدابة بتلوان عشان نتنازل ونطلع عبوم السجن. هم ده اللي عايزين. اكتر من كده مش عايزين. وعشان تبقى عارف حضرتك ان ابراهيل ابو الهيل المحبوز ده موظف مجلس المدينة. وعملوا ترخيط في جالة البيت النهارضة في الدارة بالمجلس المدينة. من ماذا مجلس المدينة الكفر الشيخ. لا يعني هو هو موظف في مجلس المدينة اللي هو. في محليات مجلس مدينة الكفر الشيخ. اللي هو صاحب العقار? لا اللي هو بيهيد العقار لجنب مننا. عشان نتطلع العقار بتاعنا عزالا المحبوزا هو بتاعمل له الزهال. بالماذا مجلس المدينة بتاع الكفر الشيخ ماذا يا استاذ واهل ماذا. طيب زي ما انتم شايفين الفساد المحليات ووصل ايه? وشايفين حتى الفساد اللي عنده بجاحة. يعني فساد ببجاحة شديدة. اللي هو انا انقصت الناس. قتل الناس كان هيقتلهم وهدم بيوتهم شردهم. والدكتور مجدي بيقول ده انا نبيت الناس قبلها بربع ساعة. انت قلتلي يا استاذ عماد انت يعني كانت عشرين ثانية في الفارق بينك وبين الموت. والله يا باشا عشرين ثانية باعت تتين ميزة حالبيت وبتدير نزل باعت خلسين ثانية حالبيت اللي جاره. ونزل سراقه والمال على جنبه. وبجي بك يا ده ابو موظف مجلس المدينة. وكل يوم ما عارفه. يا دكتور مجدي والدك والدك موظف في مجلس المدينة. يا فندم الشخص اللي بتكلم ده مش عماد المنصور اولا. عماد المنصور شخص محترم جدا وتربطنا بها علاقات كويسة جدا جدا جدا. تمام? ده مش عماد المنصور اللي بتكلم حضرتك. خليني بس في صميم القضية بدلا من الحقيق في الاشياء. والدي محاسب خريك كله تجارة آآ شغال تجرق ماشي. تمام? لا 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 عمو دخل مجلس المدينة ولا اشتغل في مجلس المدينة ولا يعرف مجلس المدينة. تمام? دي تانية حاجة. تالت حاجة. قررت ازا انا بتاع البيت ده طالع في شهر سبعة الفين وخمستاشر. ورخصة الهدم طالعها في شهر اتناشر الفين وخمستاشر. تمام? واحنا سيغلين هدم في البيت ده من شهر اتناشر في آخر من تقولت ده بس الهدم الهدم كان حقيقي للناس. الهدم هدم بيوت الناس. الهدم. الهدم شرد الناس. ولما ده يتم بدون اشراف من لما يتم بدون اشراف من الحي. ومن مجلس المدينة. لو حضرتك عملت تثبيت على على بداية الفيديو حضرتك تبقى تشوف حالة العقار عامل ازاي? العقار كان مبني دورين. تمام? لو بنتكلم على الفساد. الفساد ان العقار اللي هو قعده يتبني اصلا دورين مخالف بدون اي ترخيص على 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 بيت من غير اساس. تقوم توقعه? تقوم توقعه على الناس? من غير اي حاجة. تقوم تهده على الناس يعني? تقوم تهده على الناس? انا ما حديدش حاجة على الناس. حضرتك عامل تثبيت على اول فيديو. شوف حالة العقار من تحت عامل ازاي? هو هو حالته اسيدي سيئة لما تيجي تزيله. ده بالعكس. العقار اللي حالته سيئة لما تيجي تبني جنبه او تيجي تهد جنبه لازم تاخد بالك. ده انت عارف ان العقار حالته سيئة. تمام وانا اخدت بالي انا 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 اعادت. اخدت بالك انت 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 كنت احتجت للناس. بتاعي في شهرين. بس برضو ده قضاء وقدر. انا 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 برضو انا 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 عملت احتياطاتي. واخدت اعملت الخوازيه سنده. وعملت واجبت الرخص والحاجات بتاعتي. و و اشتغلنا وبنهد في شهرين. طيب. الفساد الفساد ارادة بشر وارادة منظومة فزدة. القضاء والقدر. نعم. ولكن الاسباب. الاسباب على الارض كلها. انا عدت في مجلس المدينة عشان اطلع رخصة الهدم بتاعة البيت. لان كان فيه ورقة من سند الملكية كانت لسه ما خلصتش. عادت خمس شهور ما خلصتش الورقة. لو فيه فساد او فيه دفع تحت الترابيضة زي ما الجماعة بتقول او او بيقولوا ان هو والده شغال في مجلس المدينة. كنت خلصت قرار الازالة اللي هو طالع بتاريخ في شهر سبعة الفين وخمستاشر وكنت اهديت بعدها. انا عدت بعدها خمس شهور لحد ما خلصت. يا خمس شهور يعني كتير قوي يعني 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 انت عشان اه في في النهاية الناس كانت حتموت زعلان على انك قعدت خمس شهور. انا مش علينا فاني احنا 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 مبدأيا الناس اللي بتتكلم احنا فاني انا بتتكلم مع حضرك على الهوة هو. وبعرض حضرك العروض قدام حضرتك دلوقت. تمام وده حاجة انا. الحقيقة الحقيقة الفساد لا يمنح. الفساد يحاسب. او عتصور نفسك مانحا. او عتصور نفسك مانحا. لا انا مش مانح. الفساد يحاسب. عوض الناس عن عن بعض من حقوقهم. برضو مش اقدر اوفيهم حقوقهم كلها. انا بحاول اعوض الناس عن بعض حقوقها. تمام? ما هو ما هو التعويد ده هي التعويد ده هيكون من خلال القانون اللي هيحاسبكوا جميعا. وهيحاسب المسؤولين. الناس ده هتاخد اقل من اللي هم بيتكلموا معايا فيه. لو من خلال القانون الناس ده. فانت بتبتزهم بقى ابتزاز بقى. لو هتلجأوا للقانون هتاخدوا اقل. بتبتزهم. يعني انت هدمت بيوتهم وشرتهم وضيعت ممتلكاتهم وذكرياتهم وفلوسهم اللي موجودة في بيوتهم. وبتبتزهم دلوقتي. مش هتاخد بالقانون. تعال اخد مني وابعد عن القانون يعني. لا انا. لا يا فاندم انا والدي محبوس. والدي محبوس. انا كان محضرتك والدي محبوس لحد دلوقتي. تمام? واخد حاجزة اربع اعطيان. يعني انا مش بعيد عن القانون. احنا محبوسين. تمام? وحضرك عارف? يعني يعني ان حد محبوس اصلا يعني 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 لو تعودات الدنيا كلها مش هتاخدوا للحبس بتاعه. بس احنا بنقول بقى لو تعودات قدام. وما فيش حاجة تعود حد قاعد في بيته كده. ما فيش حاجة تعود حد قاعد في بيته. احنا. في وسط ذكرياته وممتلكاته واوراقه وفلوسه. واولاده وزوجات وزوجته وعسرته. متفق مع حضرتك فعلا متفق مع حضرتك. احنا بنحاول ننم الوضع. دلوقتي الناس دي كانت اعجف بيت. تمام? بنعرض عليهم بيت زيه بالزبط. تمام? خمس دوار زيه. كل واحد اللي شقة هياخد شقة زيها. تمام? الكلام ده فيه اي مشاكل. يعني لما بعرض عليك بيت بنفس المساحة. بنفس الكل حاجة. بس بل على العكس. البيت مبني جديد. متسطب خلصان ومتوخص. حتعمل. حتعمل ده المشكلة ان انك تقدمه مانحا يعني. يعني برحابة يعني انت هنا هنا. عن جزء من اللي فقدوه. انا مش بقدمه مانحا لان انا ما ممنحش حاجة لحد. ده ده حق الناس. وانا راهم عمدت ما اقدرش اوفيه. اه. متوجه لك بالشكر يا دكتور مجدي. والحق والعيب مش عليك. اه. العيب على منظومة الفساد. اه. في المجتمع المتوغلة والمنتشرة. اه. في مصر. ربما الدولة الوحيدة. يعني لاي حد يهد زي ما هو عاوز. واي حد يبني زي ما هو عاوز. والادوار المخالفة اللي احنا بنشوفها. يعني المخالفات دايما بتكون مستترة. لكن المخالفات العملاقة اللي بتحلق في في السماء دي. دي تعبير عن اه. عن فساد. ومنظومة فساد. تتميز بالبجاحة الشديدة. عندها بجاحة. و اه. وقاحة. يعني ادنى اه. ادنى انواع الفساد. فساد من النوع المنحط اللي ما بيخافش على ارواح البشر. ده حتى بعض الناس يقول يعني انا خاف يا جماعة. ده في ده في اطفال. ده في آآ ستات. ده في عواجيز. ده في اصر. ده في بيوت. في ناس قاعدة آآ بي آآ تحتمي ب ب ب ب دفء البيت. وقاعدة بتستظل بال بال بالسقف. فقوم اهدها عليهم بهذا الشكل. وبعدين لما على حي. والحي طبعا اللي بيتغاضى. ومجلس المدينة اللي بيتجاهل. والمحافظة اللي التي لا تشرف. كل ده ده نموذج اللي احنا سمعينه ده انا طولت فيها ليه? لان آآ مش هتنطلق للامام ولا هتوقف على رجليك الا ازا قضيت على فساد المحليات. فساد المحليات يعني الشوارع والاحياء والبيوت اللي هو المتوغل في كل مكان اللي داخل في عمق الجسد المصري. وهي منظومة آآ يبدو انها اقوى من القوانين واقوى من الدولة واقوى من المجتمع آآ بدليل زي ما قلت لكم الحكومة الحالية آآ ولما استضفنا آآ وزير التنمية المحلية الدكتور احمد زاكي بد كان اول قضية اثرناها معاه هي قضية الفساد المحليات آآ هل هتوجهها هتقللها هتحجمها هتقزمها لكن من الواضح انه الفساد او فساد المحليات تحديدا آآ اقوى